موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يحبذ برعاية كوكدور وترشحات أفلام للمشاهدة السينمائية والمنزلية في الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2018 الأسبوع ده بنكمل المسابقة بتاعتنا بنفس جوائز الأسبوع اللي فات وبنفس النظام اللي يبدو الحمد لله أنه هو شغال كويس لأنه وصلني من حضراتكم أكتر من 1200 مشاركة المطلوب المرة دي هو توقع تقييم فيلم فانتاستيك بيست The Crimes of Grindelwald على فيلم جامد عشان فرصة للفوز بخصم على وجبة من كوكدور وخصم على تذكار السينما لما تيجي تحجزها من على موقع السينما.com التفاصيل كلها موجودة في اللينك اللي في الديسكريبشن وحكون سعيد جدا لو المشاركات زادت وكمان حكون سعيد جدا لو وصلتوا الحلقة دي لأكتر من 3000 لايك على يوتيوب ويلا بنا نبدأ ترشحنا السينما الاول حيروح للجزء التاني المرتقب للفيلم الرائع ريكت رالف من ستوديو ديزني للرسوم المتحركة الفيلم يحمل عنوان رالف بريكس دي انترنت وده أكتر فيلم أنا متحمس له الأسبوع ده أولا لإني حبيت الجزء الأول جدا وثانيا لإن عمتا في حالة نشفان في أفلام الأنيميشن الفيلم سيرتفايت فريش على روتن توميتوس بتقييم 87% وأكيد هيحطم شوية أرقام قياسية في شباك التذاكر وكده وإن شاء الله مراجعته هتكون على منتصف الأسبوع كده على فيلم جامد أما الترشيح التاني والأخير الحقيقة لإن هي دي كل الأفلام الجديدة اللي نزلت في السينما فهيروح لفيلم روبين هود مقدرش أقول أني كنت متحمس للفيلم ده في أي مرحلة من المراحل لدرجة أني أصلا ما شفتش التريلر بتاعته بس برضو أتمنى أنه يطلع فيلم حلو ونستمتع به ولو إن استقباله النقدي كارثي ب14% على روتن توميتوس بس برضو في عدد من العوامل بتلعب لصلحه أو الحقيقة هو عامل واحد بس وهو وجود تارين إتجرتن في دور البطولة لإني شايف أنه من أهم 3-4 ممثلين شباب موجودين في السينما دلوقتي الفيلم متوقع مراجعته تنزل الجمعة اللي جاي إن شاء الله وغالباً حيكون موضوع مسابقة الأسبوع اللي جاي إلا إذا نزل فيلم أهم منه يوم الأربع والحقتة أشوفه قبل الحلقة أول ترشيح منزلي معانا هو تجميعة الأفلام القصيرة اللي عملوها الإخوة كوينز ونزلوها في شكل فيلم طويل على نتفلكس يحمل عنوان The Ballad of Buster Scruggs الفيلم عبارة عن ست قصص قصيرة لا يجمع أحداثها إلا وقوعها في الغرب الأمريكي القديم والعدمية الشديدة في مصير أبطالها كعادة أعمال الكوينز أنا كنت ناوي أراجع الفيلم في حلقة منفصلة بس بعد ما شفت مبارح لقيت نفسي مش عارف أدخله منين لأنه عملياً ست أفلام اتنين أي كلام واتنين نص نص واتنين حقيقي حلوين فلما تشوفوا الفيلم لو حسيتوا بشوية إحباط في البداية معلش يصبروا شوية لحد ما توصلوا للقصص الحلوة والقصة الأفضل في تقديري هي The Girl Who Got Rattled الحقيقة في رأيي دي كانت تستحق تتعمل في فيلم طويل لوحدها ولو شفتوا الفيلم أو لما تشوفوه إن شاء الله يريد تقولولي على قصتكم المفضلة في التعليقات The Ballad of Buster Scruggs في أغلب أحداث قصصه فكرني بفيلم ضريف أوي كنت بحب أشوفه كتير زمان اسمه مافريك من إنتاج سنة 1994 الفيلم من بطولة ميل جيبسون وجودي فوستر وجيمس جورنر وبيحكي عن المحتال بريت مافريك ومغامراته في الغرب الأمريكي عشان يشارك في بطولة بوكر الفيلم مليان مغامراته كوميديا وما فيهوش لحظة ملل في رأيي ولو زي حالاتي كده بتحبوا لحظات الشد العصبي في دور البوكر الحاسم في الأفلام عموما حتنبسته جدا من الربع الأخير بتاع الفيلم ده الترشيحين اللي جايين فكرت فيهم الأسبوع ده بعد ما أحبطني بوهيمين رابسدي وحاولت أفكر في أفلام قصص الحياة اللي حقيقي كانت حلوة والاختيار الأول قبل منسيب الغرب الأمريكي هو بوتش كاسيدي and the sun dance kid من إنتاج سنة 1969 الفيلم من بطولة روبرت ريدفرد وبول نيومن في أحد أهم فصول تعاونهم المتكرر كواحد من أهم ثنائيات السينما في التاريخ وبيحكي قصة ثنائي إجرامي أمريكي مشهور ومغامرتهم ما بين قرار التوقف عن الجريمة أو الاستمرار فيها في ظل مطاردات فيها أكشن كتير وكوميديا كتير ودراما كتير وسحر خاص جدا من بطلين الفيلم أما الفيلم الثاني اللي بيدور عن قصة حياة وللأسف ملوش نصيب كبير قوي من الشهر عندنا في المنطقة فهو The People vs. Larry Flint من إنتاج سنة 1996 الفيلم بيحكي قصة لاري فلينت الناشر الأمريكي اللي أطلق المجلة الإباحية هوستلر ومعاركه القضائية والدينية والأخلاقية على مدار سنين طويلة من حياته البطولة لأدوارد نورتون وكورتني لاف وودي هارلسن في أداءه الاستثنائي لدور فلينت اللي نال عنه ترشيحه الأول للأوسكار هارلسن اترشح للأوسكار ثلاث مرات ومكسبهاش ولا مرة وعدم فوزوا بيها لغاية دلوقتي من دواعي أفشي على جوائز الأوسكار عموما أو فيلم غير آمن للمشاهدة العائلية أكيد يعني أما ترشيحنا المنزل الأخير فهو بدون أي مناسبة أكتر من أني مش مصدق أني ما رشحتهوش لحضراتكم لغاية دلوقتي وهو فيلم سترو دوغز من إنتاج سنة 1971 بصوا يا جماعة عاوز أقول لكم على حاجة بخصوص الرقابة في السبعينات هو ما كانش فيه رقابة في السبعينات ولا لياقة سياسية ولا اجتماعية ولا أخلاقية ولا سوشال ميديا ولا أي حاجة من الكلام ده فلما تلاقوا فيلم سبعيناتي بيتكلم عن موضوع مزعج شوية اعرفوا أنه هياخدوا لمرحلة ما بعد الصدمة وده الحل بالنسبة لفيلم سترو دوغز على مستوى الجنس والعنف ودمج الكنين مع بعض بنتكلم عن درجة صدمة أغضبت روجر إيبرت شخصيا وخليته يتهم الفيلم بالازدواجية ده اللي خلى الفيلم ده مميز ومثير للجدل بس اللي بيخليه فيلم حلو فعلا فهو ببساطة قصته وأداء بطله داستين هوفمن الفيلم بيقدم استعراض لكيفية تحول شخص من قمة الطيبة والوداعة لقدرة غير متوقعة على القصوى والإذاء فيه إعادة للفيلم ده اتعملت سنة 2011 اوعوا تتفرجوا عليها بالغلط لأنه فيلم وحش جدا انتوا عاوزين النسخة الأصلية بتاعت سنة 1971 اللي من بطولة داستين هوفمن وتتفرجوا عليها لوحدكم طبعا ده كده كل اللي عندي في ترشحات الأسبوع ده أتمنى إنها تنال إعجاب حضراتكم ياريت ما تنسوش تشاركوا في المسابقة وياريت كالعادة تسابوا لنا في التعليقات أفلامكم المفضلة الأقل شهرة عشان تدوني أفكار للحلقات اللي جاية ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتروباز وبي باي